قبل أربعة أشهر من الآن، صعق اليمنيون جميعاً بجريمة بشعة مسرحها شبوه، بعد أن اخترقت ثمان وعشرون رصاصة صدر الشيخ الشهيد عبد الله الباني صبيحة عيد الفطر الدامية لتعبر عن وحشية القتلة وسوداوية قلوبهم وضمائرهم وانسلاخهم من القيم البشرية. ثمان وعشرون طلقة لم تكن كافية سوى الانتشال روح الشيخ الباني من جسده، أما صوته وصورته فلا زالت حية في أذهان اليمنيين الذين احتشدوا صوتاً واحداً مستنكرين فضاعة الجرم وفداحة الجريمة. اليوم، وبعد أربعة أشهر من الجريمة، وضغطاً شعبياً وسياسياً كبير، عقدت محكمة عتق الابتدائية جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين من قوات دفاع شبوه، وخلصت إلى إمهال القاضي للمتهمين السبع الفارين من وجه العدالة مدة شهر أو تثبيت التهم الموجهة إليهم. وعلى الرغم من محاولات تمييع القضية، إلا أن الشروع في محاكمة القتلة هي بلا شك بداية صحيحة في طريق الانتصار للشيخ الباني، إذ لا يمكن تغطية جريمة بحجم جريمة اغتيال البانية أو تبييض سجل القتلة وتخليصهم من يد العدالة. أراد القتلة من خلال تصفية الشهيد الباني بدء مخطط دام وإرهابي يستهدف شبوة ونسيجها، ولكن التلاحم المجتمعي والتعاضد الشعبي أفشل ذلك المخطط ومن يموله ويقف خلفه. أما اليوم فواجب اللحظة من منظور أبناء شبوة وكل اليمنيين يتطلب استمرار الضغط الشعبي وإلزام الجهات المعنية، إحضار المتهمين السبعة وإخضاعهم للعدالة، ومطالبة الجهات القضائية إدراج المحرضين ضد الشهيد البانية في قائمة الجنات الذين خاضوا في دمه، ولو كانوا في رأس هرم السلطة المحلية لإثبات أن العدالة فوق الجميع، وما دون ذلك ستبقى دماء الشيخ الباني لعنة تطارد القتلة ومن يمسكون بطوقهم، وللتاريخ ذاكرة يستحيل على المال المدنس بالعار محوها.